بسم الله الرحمن الرحيم اليوم الثلاثاء الموافق 18-8-2020 ومن مجزر البستين الإشراف على مشروع سكوك الأضاحي تم اليوم تحميل 12 طن لحوم من المجزر لأربع محافظات بواقع 3 طن لكل محافظة محافظة القاهرة 3 طن محافظة القليوبية 3 طن محافظة الفيوم 3 طن محافظة بنسويف 3 طن وتم تحميل سابقا أربعة طن لمحافظة شمال سيناء لتسليمها في موعدها غدا الأربعاء 19-8-2020 ويتم تسليمها المدير المدرية لتسليمها لمستحطيها بسم الله الرحمن الرحيم أنا متجه من مجزر البستين إلى إدارة بركة الحج هذا الخير يعني كثير من الناس ينتظروه من العام إلى العام وربنا يبارك في أهل الخير الذين قاموا بهذا العمل المبارك شام شحتاء حامد بنها اليوبية محمل 3 طن لحوم من سك الأضاحي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر